جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء وطبعا سألت كيف وأنا لست أعرف رجلا هذه الولادة متميزة فريدة من نوعها لأنها ولادة عذراوية لكن القديسة مريم آمنت بهذا الوعد وامتلكت هذا الوعد وتحققت أن الله سيحقق هذا الوعد الكتاب أيضا بحدثنا أن يوسف رجلها كان إنسان بار كان بخاف الرب رجل طقي إنسان شهم وإنسان نبيل يقول أن أراد تخليتها سرا لأنه يدرك أن في العادات اليهودية إذا شاب تقريبا بعمر 15 أو 16 سنة أن تكون حامل فطبعا العقاب هو الرجم ولأن شخص نبيل أراد تخليتها سرا لكن الملاك اعترض طريق يوسف وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس وهذا كل لكي يتم ما قيل بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانئيل الذي تفسيره الله معنا اشتركوا في القناة